ضعي الفرشة في قعدة الحمام قبل رمضان واتخلصي من اكبر مشكلة بتوجهك وفري وقتك ومجهودك وكمان فلوسك تدابير منزلية وحيل وافكار براء السندوق هتخليك تستعدي وتجهزي قبل رمضان 2023 وكل سنة وانتم طيبين رمضان كريم الفيديو كله تدابير منزلية يلا نبدأ الفيديو بالصلاة عن نبي علشان نود السواب والحسنات سوا اول حاجة هنجيب اشر البيت نجففه كويس جدا هنطحنه في الكابة وهنحط عليه معلقتين من الزيت ومعلقتين من الملح معلقة من السكر وكمان ربع معلقة من الكاربوناتو هنقلب كويس جدا هنقلب كويس جدا بالطريقة دي الفكرة دي عبقرية جدا لو اول مرة تشوفوني انا اسمي استراءة فتحية هنبدأ بقى ان احنا نجيب الغطيان بتاعة البرتمانات او غطيان الازايز بتاعة الببس لو عندك اي غطيان مش محتاجها هنحط فيها العجينة دي ونحطها في اي ركنو بيظهر فيه سراصير او نمل حرفيا هتقدي عصراصير والنمل البصل لما تيجي تعملي بصل للكشري او لأي حاجة وحبه ان هو يطلع مقرمش معاكي ولونه دهبي كل اللي انت هتعمليه ان انت بعد ما بتقطعي البصل هتحطي ثلاث معالق من الدقيق على معلقة ونص من النشا وهنبدأ ان احنا نغلف البصل كويس جدا بالطريقة دي ده بيعمل ايه؟ بيعمل تغليف للبصل وطبعا لما بتيجي تحمريه لازم الزيت اللي هتحمر فيه يكون سخن جدا اول تلات دقايق وبعد كده تهدي النار تخليها وسط مع التقليب المستمر حرفيا البصل هيبقى مقرمش معاكي جدا وبعد كده طبعا بتحطيه في مصفع وبعد كده بتحطيه على منادي المطبخ في اي طبق كبير الفكرة بتاعت النشا وي الدقيق لو جربتها حرفيا مستحيل تستغني عنها يلا بينا نكامل مع وعد بقية التدابير لما بنيجي نعمل طماطم الطبيعي ان احنا بنصفي الطماطم علشان ما يبقاش فيه اي طفل فيه الطبيق ودي حاجة من اساسيات الاكل الناجح ولكن فكرة ان انت تحطي معلقة من الجنزبيل على الطماطم في ناس كتير قوي ما تعرفهاش كل الحكاية ان انت ما بتعمل الطماطم حط عليها من معلقة من الجنزبيل لما ترفعي الطماطم عن نار كفيلة ان هي الضائف كمية الصرصة وكمان تخليها تقيلة جدا اما بالنسبة للطفل بتاع الطماطم حط عليه معلقة من الملح على معلقة من السكر وبعملقة من الكربوناتو وقالليبي بالطريقة دي هنعمل بيكنز بدل ما كنت بترميه هتبدأ بقى ان انت تحطيه في اي علبة كده ما انتش محتاجاها دي مثلا ازازة انا قصاها وحطيها في اي ركن بيظهر فيه صرصير مستحيل تظهر مرة تانية مجرد ما يتغز عليها الصرصار بيموت على طول طيب الكافرة قالتلي على السر بجد بجد حلو جدا قالتلي يا اسراء لما تيجي تحطي مانيكير هقولك على فكرة حلوة قوي قلتلها ايه يا طارا قالتلي هاتي وايبسة او اي حتة قماشة عندك وبدأ ان انت تغلي فيها بالزيت وبدأ ان انت تحطي على ضوافرك قبل ما تحطي المانيكير قلتلي طيب انا كده هاستفاد ايه قالتلي لما بتيجي بقى تشيلي المانيكير مش هتحتاجي اصلا اسيتون هتشيليه بكل سهولة بالوايبس او باي حتة قماشة لان الزيت بيعمل طبقة عزلة ما بين الدوفر وما بين المانيكير فبيحول المانيكير لمانيكير اسلامي وكأنك اصلا مش حطى مانيكير عادي وكأنه مانيكير اسلامي طيب لما تيجي تحطي المانيكير وفاجأة عايزة تشيليه علشان مثلا تصلي وما عندكيش اسيتون حطي عليه معجون السنان هنبدأ ان احنا نجيب معجون السنان بالطريقة دي ونوزعه على المانيكير على فكرة كل الحاجات دي انا مجربوها بنسبة 100% هنفرده بقى ونسيبه المدة 50 ثانية بالزبط هنبدأ نشيله بالوايبس حرفيا هيتشال واحلى ملء اسيتون اما الفكرة دي حلوة جدا جدا السنان بتبقى حساسة شوية فهقولك طريقة حلوة كده وطبيعية جدا هتخلي سنانك عاملة زي اللولي هتجيب نص طماطماية وهنبدأ ان احنا نحط عليها معجون سنان ونفرده بالطريقة دي نحاول ان احنا ندوب معجون السنان مع الطماطم علشان يبقى عندنا الخليط ده هنبدأ بقى ان احنا نفرش او نغسل سنانك كويس لمدة دقيقة او نص حرفيا هتشيل كل الجير او التجيرات اللي عليها وهتخليها بتلمع زي اللولي هنبدأ بقى ان احنا نجيب سلكة وهنبدأ ان احنا نلف فيها على فرشة سنان يعني كل اللي احنا محتاجينه فرشة سنان احنا خلاص مش عايزينها باقت قديمة وهنجيب سلك ألمونيوم بالطريقة دي هنلفه كده هنسبته كويس جدا يعني نشده بحيث ان هو ما يقعش مني وقت الاستخدام ويبقى قوي معايا كده واقدر ان انا استخدمه فلما تيجي تلف في السلكة على فرشة السنان هتلف فيها كويس وتشديها كويس هنيجي بقى عند القعدة بتاعة التولت وهستخدم هربك فيه اماكن كده معمرون الوقت بتلاقي فيها زي اسفرار ما بيروحش مهما عملتي فانتي هتحطي هربك بالطريقة دي في كل مكان بتلاحظي ان هو فيه اسفرار الفكرة دي عبقرية 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 حرفيا انت لو شفت الفيديو للنهاية هتقومي تدخل التولت دلوقتي وتنظفيه بنفس الطريقة هنجيب بقى السلكة الفرشة باقي ايه بتدخل في الاماكن الدايئة دي اللي فيها اسفرار ونبدأ ان احنا ننظف لا بصوا الحتة دي بالاخص ما كانتش بتنظف ابدا الفكرة دي بقى هتخليها بتلمع بصهم هبدأ بقى ان انا ندعك كويس قوي بالسلكة بكل اماكن ما بتعرفيش تخسلها بيدك او بالفرش الكبيرة تمام بصهم بتشيل كل حاجة تحس كده ان هي ايه يعني بيحصل زي فقران او ان هي بتشيل الاسفرار خالص بعد كده هجيب فرشة التولت بقى وهبدأ ان انا اخسل قعدة من جوة بالطريقة دي هنبدأ بقى ان احنا نخسل كويس جدا بصراحة يعني هي الفرشة عملت الواجب وزيادة ولكن الفرشة بتاعت التولت هنبدأ ننظف بها الحمام من جوة ونبدأ بقى ايه نجيب الفرشة او الحاجة اللي بتخسلي بها قعدة التولت من بره هبدأ بقى ان انا ليفها كويس جدا انا مخصصة لها ليفة على فكرة بلاستيك حلوة يا جماعة على فكرة في تنظيف التولت وبكده خلاص اكون ليفة القعدة كلها هبدأ ان انا جيب مية وابدأ ان انا اشطفها بالطريقة دي الفيديو لسه فيه افكار حرفيا هتفيدك جدا جدا لو جربتيها هبدأ بقى ان انا اشطفها كويس وهوريكو الفرق ما بين قبله وبعد الفرق طبعا شاسع فانتي اعتمدي فكرة سلك الالمونيوم مع فرشة السنين طيب بالنسبة للاسفرار بتاع السراميك اللي هو فيه الفواء الفواصل مع الوقت برضو مهما تغسلي مش بينضف الفكرة برضو بسيطة جدا هتحط شوية من هربك وهنبدأ بقى ان احنا نحط عليه مية كده علشان نخففها وبعد كده هنجيب عارفين انتو المقاشة بتاعة التولت اللي بتبقى خشنة من تحت شوية اللي احنا بنستخدمها في تنظيف السراميك اصلا تستخدم لتنظيف السراميك وتدعك بها السراميك اللي هي دي دي بقى يا جماعة انا ما باستغناش عنها هنبدأ بقى ان احنا ندعك كده لهربك من غير اي حاجة خالص ومن غير اي اضافة تاس المفقرة انه هربك لتنظيف مثلا الاعداء او الحود والحاجات دي وبس لقى هربك اصلا فضيع فيه تنظيف السراميك نفسه ولكن فيه كارسة بتحصل طبعا ان فيه ناس بتحط عليه كلور لقدر الله بيحصل الاختناق هربك ما ينفعش نحط عليه خالص اي مواد تاني علشان طبعا قابل آآ للتفاعل وممكن يصدر غاز يسبب لقدر الله في الوفاء فبلاش خالص نحط اي اضافات على هربك هو هربك لوحده كده من غير اي اضافات زي الفل بس بقى هنا شلي كل الاسفرار اللي في الاعداء وكمان السراميك بقيت بتلمع وده الشكل النهائي للتولد حرفيا بقى بيلمع اهتم دي الطريقة دي لو حست ان التدابير النهارده كانت مفيدة ليكي ما تنسيش تدعميني بالاشتراك في قناتي واللايك والشير علشان قناتي تكبر بيكم اشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته